قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم على بعض قادة الأندلس ويسمى بالحاجب المنصور قالوا بأن هذا الحاجب المنصور هذا كان رجلاً حماراً عنده حمار ينقل به بضاعة الناس في الأندلس هو بعض أصحابه عنده الحمير يمكن ينقل به بضاعة من السقل السقل فأنا نحب ذلك هكذا السمر و أهلم الدعوي أدركهم الإرهاق و العياء فجلسوا تحت شجرة يستريحون فينظرون إلى القصر بعد القصور الأندلس فقال لهم هذا الحاجب أصحابه عنده حتى أصحاب ذلك ساعة قال لهم تمنوا تمنوا شيئاً قالوا يحبنا نعين وقال لنا نسلعب لنا ونهار قال لهم انتز scientانياتي قالوا يتمنوا Intama التمنى أنت ما قال لهم hang room قال لهم أتمنى أنيكون خليفة على الأندلس ما قال لهم الناس فيه الحمير من الحمار المريض يتمنى أن延�اء تغير حميراً قالوا يتمنى أن يكون خليفة الأندلس فضحكوا عليه في ما سخضر الليل من الكلمته وسخره منه ما يضحكوا عني قال لي واتمن أنتم لا يضحك وإنما يتحدث قال لهم تمنوا أنتم فقال له أحدهما أتمنى إذا كنت خليفة أتمنى إذا كنت خليفة أن تعطيني بستانا فيه أشجار وثمار ونحو ذلك قال لي واش أخر قال لي واش أخر أن تعطيني مئة جارية قال لي واش أخر قال لي وانت عطيني مئة الف دينار مئة الف دينار قال لي واش أخر؟ قال لي أكفي إلا وليتي خليفة تمنى تعطيني هاتشي قال ذلك الثالثة تمنى أنت لا باشي تتمنى لي أنا بني ذلك كتح المصافية حلو أحلم لي قال لي تمنى أقسم عليه أن يتمنى قال لي بيت انتمنى قال لي أتمنى إذا كنت خليفة قال لي هاشا أنتج لداني أربعين جلدة قال لي ثم ماذا؟ قال لي ثم تحملني على حمارين ووجهي إلى قف الحمار الضرد الحمار وتطوف في البلاد وتؤذن في الناس أن من باعي عادة وتعامل معه سجنه نظم فرقوا تفرقوا لذلك لمدة صدفة ذلك الوقت التي توقعت في هذا القصة أن كانت القلق الأقل وفي الأندروس تفككت فهذا كان ليه هو حمار غير الحرفة لذلك الجند يرتقي حتى أصبح حاجبا لبعض خلفة الأندروس وذلك يسمى بالحاجب المنصور تقابوا بالحاجب من بعد تفى الخليفة بطريقة أخرى توصل إلى أنصر خليفة لبعض مملك الأندلس والعجيب فقصة ذلك قالوا وحد الأندلس مملك الأندلس أخذها أعددًا من المملك وغزى بعد كونه خليفتان 54 غزوة قالوا من هزم فيها فلو في غزو واحدة وصح في مكاندل وحد الأندلس وقيل بأنه لم يوحد أحد الأندلس من قبل ومن بعد كما وحده جمعه وحاجبهم ويقعه وقلعه 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 ودخلوا على الأمير قال لي ما ذاك اللي كانت كتمنى ذاك الشلي زون قال لي وكيف أنسكوا الشهيد فقال لصاحبه الأول ماذا كنت تمنيت تحت الشجرة الفلانية قال لي كنت تمنيت أن تعطيني بستانا متمرا قال لي ثم شهر قال لي هو مئة جاري قال لي هو مئة الفيدينا قال لي حاشية دلو هذا أعطيه ذاك الشلي كتمنى فدعا معه الجزاء وبرك له الخلفة وبرك له ذاك الخير دلو وشدده خلاطه فقال لآخري ماذا كنت تمنيت قال لي نسيت يا أمير المؤمنين عفوا من العصا الشهيد قال لي ولكني لم أنسى كنت تمنيت كذا وكذا وكذا قال لي نعم قال لي الزادة أجل دومي ذاك الجندا وضعوه على حمار وقفه لا ضغينا إلى دبوري الحمار وطوفه بكذا من تعامل معه سجلنا وكذا حاولوا حواشي ونحف دلو كي اسمي توصليه قال لي حتى يعلم حتى لا يستخفى بقدرة الله سبحانه وتعالى وحتى يعلمه ويدركه أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يا ده التمح مقدير هذا السلام هذا كوليك الكفة الذي يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنتم ترى علينا حجارة من السماء فرداش يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقنا إليه فشفاء أم ترى حجارة من السماء وأنت تتسخف بقدرة الله سبحانه وتعالى على كلها القصة يسمى هذه صحة والمصحة لكن هذه أغلب اسمتي يتكرونها وهذا قصة هذه عجيبة ذكرت هكذا وذكر أنه صار خليفة واستمر مدد بهذا الشيء يصل إلى هنا أنا قل هذا بسبب الحرص هذا لو لا حرصه الشديد لا أن يصل إلى المرتبة لا يمكن أن يصل إليها ربما نكتفي بهذا القدر